موسيقى حضورنا الكريم حياكم الله في المناظرة الثانية من الموسم الرابع للنغاشنا مناظرتنا اليوم تعاوننا فيها مع رابطة طلبة الطب الكويتيين في بريطانيا فنحب نشكرهم على هذه المبادرة وأيضا حب نشكر مساحة الثارتين اللي استهلافونا في هذا المكان الحلو في هالأجواء الحلوة الشتوية فحياكم الله في هذه المناظرة المناظرة اليوم فيها كلمة كلمة واحدة ومع هذه الكلمة في مشاعر كثيرة تأتي منها اللي يسمعها يحس بعض المرات والله غضب في ناس تسمعها يحسون في الغيرة في ناس من تسمعها تستحي كل هذا من كلمة واحدة وهل ينبغي لكلمة واحدة ان يكون فيها هل قوة؟ بكلمة واحدة هل الموضوع وهل القوة هذه في الكلمة نفسها ولا في وجهة نظرنا اتجاهها ولا في المشاعر والمواقف اللي ممكن تأتي مع هذه الكلمة فخنتكلم عن مثل أو اثنين نقدر ناخذ مثال كلمة النار ومن كلمة النار نقدر نقول والله فيها مشاعر ايجابية والله دفء طاقة نور ومن كلمة النار ايضا نقدر نقول في مشاعر سلبية أو خوف اللي هي النار في اليوم الآخر طيب أو في الآخر اعفوا طيب ناخذ كلمة ثانية الحاكم كلمة حاكم ليس سلبية ام ايجابية او زينة او شينة الكلمة نفسها لكن في حاكم عادل صادق امين يصير ايجابي وفي حاكم طاغية او ظالم فتصبح الكلمة سلبية كلمتنا اليوم شنو الجنس في الانجليزي سكس ممكن انها تكون ايجابية ممكن انها تكون سلبية يعتمد على وجهات النظر افكار الافعال اللي تأتي مع هذه الكلمة لكن احنا اليوم نضمن لكم ان الافكار والطرح سواء كان الطرف المعارض او الطرف المؤيد رح تكون افكار وطرح ايجابي لانا في نقاشنا هدفنا ان نسمع اراء مختلفة نتكلم عن مواضيع نعتقد انه يتخصنا كمجتمع وكبشر نتعلم فن الحوار والطرح والطرح الراغي او ادراج التذخيف الجنسي في المرحلة الثانوية بالمناسبة شكثر عندنا طلبات الثانوية هنا في ويوها نعرفها شوية مني منك شوية اوكي طيب خش فالطرف الذي معارض لهذا المخترح هو الاستاذ عبدالله الماجد وهو مهتم بالشؤون الاجتماعية ورئيس نادي توست ماسترز الراية فرحبوا معاي في الاستاذ عبدالله الماجد والطرف المؤيد وهي دكتورة نور النيباري وهي اختصاصية طب العائلة فرحبوا معاي في الدكتورة شكرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يقول الامام الشافعي رأيي صواب ويحتمل الخطأ ورأيه غيري خطأ ويحتمل الصواب نبدي بالفكرة العامة ناس ما قال السادس الكريم المناقشة مو مجبورين ان تأخذوني براي مو معناته اذا انتوا معارضيني انتوا ضدي لا هي مجرد انتشار لوجهة النظر فقط لا غير انا راح اتكلم في ابعاد كثيرة وبعيدة موجودة في دراسة المنهج الثانوي اول شي المنهج الثانوي لما انتكلم ونقول ادراج الثقافة الجنسية في المرحلة الثانوية خطأ بالنسبة لي ومن وجهة نظر الشخصية الطالب ليحين في سن المراهقة راح اثير عنده الشهوة الجنسية والغريزة الجنسية من غير ما اني احس هذا واحد اثنين راح ينتشر عندي الشذوذ الجنسي لان عندنا قاعدة تقول كل ممنوع مرغوب فمعناها انه راح يكون مطبق اما في المدرسة او انه راح يكون في العنف في الاقتصاب خصوصا في سن المراهقين الشغلة الثالثة ناخذها من الناحية الدينية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علموهم لسب واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فرقوا بينهم في المضاجع تكملة الحديث اللي اتوقعنا الاغلب محافظة كاملة فرقوا بينهم في المضاجع درعا للمفاسد والفتن اللي تكون موجودة درعا للثقافة الجنسية والامور الجنسية حتى اللي تكون في بداية سن البلوغ فمن باب اولى درعا للمفاسد القاعدة الفقهية اللي هي درعا للمفاسد انه انا ما انشر الشيء هذا في الثانوية العامة خصوصا ان الطالب غير مؤهل لبناء عائلة انتكلم بواقعية اكثر طالب ثانوية بعده مو موظف ليه الحين اسرته تعيله مو اهل يعيل نفسه حتى لو انه يعتمد على نفسه في بعض الامور وهم مقادر انه يأسس عائلة فمن باب اولى انه انا ما ادرسه في الثانوية العامة في حلول بديلة تصير من الحلول البديلة اللي موجودة وكانت ما زالت موجودة في احدى الدول الاسيوية اللي موجودة هني عندنا في قارة اسيا اللي هي شنو لجنة للمقبلين للزواج اللجنة هذه يكون فيها دكتور من الشريعة عشان يبين حقوق الزوج وحقوق الزوجة هذا واحد اثنين يبين لنا مخاطر الزنا واللواط والشيذوذ الجنسي الى اخرى والشيء هذا احنا قاعدين ندرسه هنا في كلية الشريعة اثنين عندنا الناحية الطبية الناحية الطبية لمنييني دكتور غير عن لمنييني مدرس المدرس يبيني بيشرح ليه الحالة الثانوية العامة ممكن نوصوها لي بطريقة ما تكون في المستوى المطلوب نفس الدكتور الدكتور لمنيين يعلمني الاساسيات هذه انا وقتها لاني مقبل على الزواج فاحتاجها بس بالثانوية العامة انا ما احتاجها الشغلة الثالثة من الناحية القانونية الناحية القانونية نشوف طلبة الحقوق اللي نشوفهم مستقبليا اما محامي وكل نيابة ومحقق ياخذها من الناحية القانونية من ناحية الجنايات والجنح اهني انا راح ادرسه واقول له شنو اخطارها وشنو ابعادها مستقبلا حق وظيفته الشغلة الرابعة اللي هي شنو كلية العلوم الاجتماعية لما نشوف انه ييني الدكتور او استشاري نفسي ويتكلم مع اشخاص مقبلين على الزواج راح يوصولهم الرسالة صورة بسيطة وميسرة فمن باب اولى ان انا اعلمه بعد الثنوية العامة ويكون مقبل على الزواج ما يكون في الثنوية العامة وناخذها بواقعية اكثر عندنا في طالبة الثنوية العامة انتقالهم من الثنوية العامة الى الجامعة او الى الكليات راح تختلف عنده العقلية راح يكون ناضج اكثر لكن ما راح ياخذها بجدية في مرحلات الثنوية العامة غير كذي راح يثير غريزتهم الجنسية ناخذها من ابعاد اخرى ابعاد اخرى عندنا بعض الاحصاءات اللي موجودة في بعض الدول اللي عندها مادة الثقافة الجنسية اول شي انتشار فضل العذرية واحنا مجتمع اسلامي ومجتمع محافظ ديننا الاسلامي يحثنا على الحفاظ على العذرية هذا واحد اثنين نسبة انتشار الايد وطلعت بعض الدول عشان قانون المرئي والمسموع ما اقدر اني اذكر اسامي الدول في قارة امريكا اللاتينية احدى الدول وتعتبر الدولة الخامسة عالميا في انتشار مرض الايد نسبة خمسة وستين عاصف ستة وخمسين بالمية انتشار مرض الايد غير كذي اللي اعمارهم في التينيجر اللي اهو مرحلة متوسط والثانوي نسبة الاطفال عندهم مرتفعة من غير الزواج احنا ما نحبذ ان الشي هذا يكون موجود عندنا في مجتمعنا خصوصا ان احنا مجتمع محافظ اذا تبعونا تقارنون بيننا وبين الدول هذه انا اقول لكم شقوة الدول هذه ما عندها اسر انتكلم بواقعية اكثر تفكك اسري لابعد الحدود احنا مجتمع محافظ عندنا قيمنا الاسلامية عندنا عاداتنا وتقاليدنا عندنا الاسر اللي تقول لا لكن اذا ابي افتحها بحري مثل ما يقولون انا اقول لكم اياها بعد عشر سنين عسى ربما ما يجيب هذا اليوم بعد عشر سنين راح تلقون شي طبيعي جدا ووارد انه واحد عمرها 16 سنة ولا عمرها 17 سنة وراح يكون عندها طفل امر غير زواج ليش لان انا اساسا ثقفتهم جنسيا في مرحلة وزمن غير المرحلة المطلوبة غير الزمن المطلوب ناخذ دولة ثانية او هالمرة بقارة افريقيا الدول اللي فيها مرض الايد اعلى نسبة موجودة نسبة 27% لما انا اتكلم 27% من عدد سكان الدولة هذي فيهم مرض ايد شي خيال ترى نشوف الشذوذ والتحول الجنسي في بعض الدول ليش بسبة الثقافة الجنسية اللي موجودة في احدى الدول العالمية اولياء الامور قاموا يطلبون مطالبة بإلغاء مادة الثقافة الجنسية ليش لكثرة الاقتصاب لكثرة الابناء الغير شرعيين لكثرة انتشار مرض الايد الامور الامور هذي كلها تندرج تحت قاعدتين القاعدة الفقهية الاولى درءا للمفاصد والفتن فعشان شذي احنا نرفض الشغلة الثانية كل ممنوع مرغوب فلما انا اي في سن المراهقة وعز ذروة سن المراهقة تصير الغريزة الجنسية اكثر عند الطالب او الطالبة فراح يطبق سواء بطريقة صحيحة او طريقة غير صحيحة راح يطبق ممكن ان يتعلم الشي هذا في الانترنت أستاذ عبد الله عنك دقيقة تخدم فيها تفضل ممكن البعض يقول الانترنت الانترنت نحنا هنا ناخذها على ثلاثة واحد اول شي استشعار مسئولية من الشخص نفسه الشغلة الثانية وين رقابة الأهل خصوصا في سن المراهقة لأنه أخطر سن انا هنا لازم نكون صاحب ولدي او حق الامهات ان تكون رفيجة حق بنتها عشان تكون مسئولة عنها وتعرف كل الأمور هذي وتبين لها وتوضح لها في الطريقة الصحيحة مثل ما أن أهلنا من قبل تعلموها من غير شي اسمها ثقافة جنسية هذه الشغلة الثانية وأحب أختم في آخر شي اللي هو شنو احنا مجتمعنا محافظ احنا أسر محافظة ومحافظة غير شذي رح يصير في تفكك أسري رح يكون في انتشار المرض رح يكون في انتشار الشذوذ وشي هابا احنا ما نحب ذه ولا نبي يكون موجود في مجتمعنا والله يعطيك من عافية يعطيك العافية أستاذ عبد الله شكرا للمشاهد للمشاهد هم تتشار المرض كيف تفضل ورح سمعت المخاوف و كوني دكتورة بالعكس دائماً في أي شيء نسوي في العالم يجب أن يكون في جهتين سلبية و إيجابية لكن نحن نوصل إلى التعامل يجب أن ندرس لوايد أما أنت أعرف التدريس و التدريس ثلاثة كيف ما لا يمكن فعلها ما لا يمكن أن تفعله تدريس اشتركوا في القناة 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 هل هذا بالإسلام هذا صح؟ مستحيل لماذا كرياتيب؟ صج مستحيل لم نكن نعلم عن شيء يسمى دورة شهرية لحد ما يتهم دورة شهرية وللأسف هنا صدمة تصير لا تخيلون الصدمة للفتاة والبنية عندما يصير شذي تعال الأم والأبو يفهمونها يكلمونها لا يوجد نادر ما يصير هالموضوع الثانية بالنسبة للتغييرات التي تصير في الرجل في الشاب الولد لا يوجد مواجهة يتفاجأ ينصدم ماذا يحدث معي؟ ماذا يحدث فيني؟ يعد تهتم علمور يكون علمور شموك تسير انت علم sought هورموناتك تبع نتعرف نتوقف ماذا تحدد ماذا تحدد نتوقف ن تقدم ماذا ما تحدد ماذا어가 علمور طبيع 35 Yuni 30M paying في الوطن العربي في الشرق الأوسط عندهم أمراض معدية أمراض معدية سارية جنسية قابلة للشفاء الحين نقدر نعطيها مضاد حيوي فالشباب متطمنين عندنا علاجات يروحون طبيب الجلدية وترى القصص شكثر هالهني بعدين ترى خلق خمس سنين عشر سنين ترى ما كن مضادات حيوية حق الموضوع عشان شذي احنا دايما نقول الوقاية خير من العلاج والوقاية دايما نتم عن طريق التثقيف الجنسي الصحيح يعطيتك العافية دكتورة على المقدمة الطيبة والله حفظ لك عيالك وخليهم لك أستاذ عندك خمس دقائق ترد على النقاط اللي هفتتحت فيها تفذر هذا يعطيتك العافية دكتورة والله حفظ لك عيالك إن شاء الله إن شاء الله الأولى لمن أنا أتكلم أن الوقاية خير من العلاج من الوقاية أني ما أيب الموضوع من الأساس في سن المراهقة أنتكلم عن مرحلة البلوغ والتغييرات اللي تصير في البنت أو الولد قاعدين يعطوننا الأساسيات هذه في مادة العلوم في المتوسط والثنوي فأنا ما أحتاج أني أتعمق فيها أكثر صح أمزل الأمور هذه أرد مرة ثانية أكرر وأقولها أنا ما أحتاج أني أدرسها في الثنوية العامة أنا أحتاج لجنة تكون موجودة وكان المقترح هذا موجود في الكويت لجنة للمقبلين على الزواج لجنة المقبلين على الزواج يكون فيها دكتور والمفروض أن يكون من طب العائلة بحكمنا يندرج ساحة تخصصهم الشغلة الثانية يكون عندي دكتور في الاستشارات النفسية عندي دكتور في كلية شريعة أو شيخ في الشريعة بحكم أننا إحنا بدولة إسلامية لما نتكلم عن الأمور هذه وعندنا المادة الثانية في الدستور أن من المشرعات الموجودة دين الدولة الإسلام ومن التشريعات الموجودة الدين الإسلامي فأهم مصادر عندنا الدين الإسلامي عشان تشذي إحنا نتكلم ونقول دكتور أو شيخ من كلية شريعة أي ويعطي دورة للمقبلين على الزواج وكان المقترح أن تكون لمدة شهر سووها في إحدى الدول قللت نسبة الطلاق من 25% إلى 2.5% هذا واحد أثنين قللت من فضل العذرية ومن الشذوذ الجنسي إلى ما رحلت شبه الإنعدام أنا لمن أي وأشرح حق الطالب مالي مع احترامي للجميع أنا لمن أكون مدرس ما رح أوصل للرسالة والمعلومة الصحيحة نفس ما أنا الدكتور يوصلها له الدكتورة قالت أن من الروضة المفروض أن أنا أشرح له الثقافة الجنسية مرحلة مبكرة ما يخالف هنا يكون دور الأهل ليس دور وزارة التربية وزارة التربية دورها أنه لما يكون في شيء داخل المدرسة عند الأخصاء الاجتماعي وهو اللي يكون مسؤول عن الملف نفسه والإدارة من وكيل وناظر وغيره ما يكون الحل في العنف أنما يكون في المصارحة والمواجهة بين الهيئة الإدارية للمدرسة والطالب الشغلة الثانية لما الدكتورة قالت أنه لما يقعدوا إلى الخدامة ويشوف اليوتيوب أو الإعلانات اللي تكون موجودة في السوشال ميديا أنا هني عندي شغلتين أساسيتين الشغلة الأولى استشعار المسؤولية طبعا الطفل ما رح يكون عنده استشعار المسؤولية هني أنا دوري كولي أمر أجبر العاملة المنزلية اللي عندي أو أجبر نفسي لأنه بالنهاية أهم عيالي أنا اللي أربيهم أنا اللي أبين لهم الصح من الغلط مو دور خادمة أن تبين لهم شن الصح من الغلط وأنا أسوي الكنترول على موضوع التكنولوجيا في مدة معينة تستخدم فيها وأراقبة أراقبة إذا كان في سن صغير في سن المراهقة أنا أكون صاحبة مو أراقبة كأب أكون صاحبة رح أبين لي الصح من الغلط هذا دوري أنا مو دور مدرس أو إن منهج ينحط في الثانوية العامة وعلى قولتهم آخر شغلة وأختم فيها ما كو شيء اسمه ثقافة جنسية من وجهة نظري الثقافة الجنسية حالها حال الجوع المرض إلى آخرة شنو إهي؟ غريزة فطرة موجودة مو ثقافة تدرس الله يعطيكم العافية يعطيك العافية أستاذ عبد الله أنا ما شاء الله شفتك بالمقدمة بس ما شفتها ياخذ بس رد على نقطة نقطة أنا حين شفتك أنت كاتبة يلا خمس دقائق تفضلي دكتورة أول شي نقاط مهمة تكلمت عنها بالعكس يعني أنا متفهمة هذا الشي اللي قاعد تكلم عنه لكن أنا ودي أشارككم بقصتين قصتين طبعا يعني واحدة من الفالوورز واحدة يعني سمعتها ذاك لسبوع من رفيشتي اللي تشتغل في مستشفى الولادة أوكي القصة الأولى هي عن الريال عمره خمسين سنة ما يقدر يتزوج مقادر يتزوج ليش؟ لأنه عنده هيربيز هيربيز هو أحد الأمراض المعدية الجنسية اللي تصير وما لها علاج ما لها علاج وهي معدية ممكن تعدي الكثير من الناس لأسف هي أعراضها شديدة ومؤذية حق الرجل والمرأة فصار في هيربيز ليش؟ لأنه قبل لما كان عمره ثمانتعش سنة سوى شي غلط غلط في حياته إنزين وانقلت لها المرأة هذه العدوى ومنعه بها الريال مقادر يتزوج رايح الطبيب قعي يبتشي منهار منهار يقول أبي عيال أبي ذرية ماني قادر أنا خاف الضمن اللي باخذها وانقل لها العدوى طيب هو أيامها ما كان يدري وهو حسبال إن الشيء الوحيد اللي ممكن يعدي هو مرض الـ HIV اللي هو فيروس يسبب متلازمة اسمها متلازمة النقص المناع المكتسبة حسبال هذا الشيء الوحيد اللي ينتقل عن طريق الجمع لا في وايض أمراض لو أنا أقول لكم تقولون تفكرون مليون مرة قبل لا تغلطون فالحين وهو تحسف القصة الثانية اللي بقول لكم إياها عن ابني عمرها ثلاثتعش السنة يثلة عريضة طويلة فبطنها قام يعورها أمها أخذتها الطبيب شان يقول لها بنت ج حامل 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 قولي لي أي شيء ذاني شنو حامل هاذ إشلون ودتها مستشفى الولادة قاعد تولد لبنية قاعد تولد مقص عليكم قاعد تولد لبنية ما بين عليها حمل كانت بس تشتكي حق أمها يما دورتي مراضية تنزل يما بطني عورني وعلى فكرة حملت من بعد أول دورة بس شنو عادي انتي توج يما توج ناس لعليش خلاص ما في مشكلة خلاص ودتها الولادة أولدت شنو يقولون انتي شلون حملتي انتو نحين تنصدمون حملت من أخوها حملت من أخوها وهذا الشيء صراحة يعني أنا لما أفكر في الموضوع أنا قلبي عورني انزل لأن أساسا لبنية تقول إي بس أنا 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 أحب أخوي مو هو أخوي فأنا أقدر ما أعلم هو قال لي تشذي أنا سويت شذي فلا إهي فاهمة سالفة غلط حتى ما تعرف أساسا شنو يعني جماع ما عندها أي فكرة لبنية أحملت ولدت ولدها لقيط وحتى ما رجع مع أسرتها قالت الأم قالت حق البنت غيري أقوالك غيري أقوالك قولي أي شي بس تقولي إن أخوت عشان ما يحطونا بالسجن وغيرت أقوالها لبنية وقالت إن تم اقتصابها وللأسف صار شذي إنزيل أنا لما أتكلم عن التثقيف الجنسي أنا ما أتكلم عن إن أنا خلي الناس يسوون هذه الفعلة إن أنا أقولهم بالعكس لا تسوون في دراسات وايد نحن عندنا طبعا وايد دراسات في اسمهم طبعا سيستاميك رفيوز هالأمور هي وايد مهمة فسووا سيستاميك رفيو هذا من أقوى الدراسات نحن التدرج عندنا فسووا دراسات على تقريبا 28 دراسة في هذا الموضوع لقوا إن الشباب يسوون هذا الشيء فاشلة جدا ما سوت أي فرق بينها وبين المدارس اللي ما حصلت هذه دراسة لكن المدارس اللي حصل التثقيف الصحي الصحيح أنا ما تكلم عن الدول اللي فشلت فيها فعلا إيطاليا فشل فيها التثقيف الصحي الجنسي وأنا معاك لأن أما سوها بطريقة خطأ لكن لما نحن نيبها من جانب إسلامي لما نحط عاداتنا وتقاليدنا إحنا كويتيين إحنا لازم منثق في عيالنا عن العيب ما قاموا الناس يعرفون شون هو العيب شي ضيق خلقي البنات بالسوشال ميديا يا إلهي شي مطبيعي وين الاحترام وين الذراب وين السنع وين وين هذه الأخلاقيات اللي إحنا لازم نعلم اليهال الأطفال عن عاداتنا وتقاليدنا وديننا الإسلامي الحنيف أساسا الإسلام من أروع الأديان لأنه ما خلى شي في حياة الإنسان ما تكلم عنه جاوب على كل الأسئلة فليش ما احنا نكون شذيف في ثقافتنا الصحية يا تش رائع فتوني عيب قولي شكرا الحديث اللي أنا ذكرته فرق بينهم في المضاجع درعا الفتن القصة اللي أنت ذكرتها صدمة للجميع وأنا شفت ردود الأفعال السؤال الأول أنا كولي أمر ممتاز وخلن نتخيل شوي فيها وناخذها ببساطة أنا كولي أمر ياتني بنتي وتبين أشرح لها شي مواضح شو رح أشرح لها بنتي مو إذا الوالد نقول شوية أهو لأن من ريال لريال لكن إذا بنتي شوية رح أشرح لها هذا سؤالك الأول نعتبره تفضل لأي دكتور بالنسبة لي سؤالك وايد وايد مهم تدري شون الطريقة وإحنا طبعا كأطبة عائلة تعلمنا شوية شي تركات في هالموضوع إن أنت تختار الامرأة الأهم في حياتها فإذا إنسان مطلق تتجه حق والدتك إذا عندك مثلا أختك أو مثلا ممكن خالتها فإن في أشياء وائد سهلة تشرح حق أختك أمك أكيد سهل لهم فتشرح لهم تقول لهم ترى أنا بنتي عندها هذا السؤال وأنا أحس أنه أفضل أن 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 تشرح لها لأن أن 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 تصير لحين أمرأة فهذي سهلة طريقة سهلة سهلة لأن لا يوجد سهلة لأن فإن تجاوبها بهذه الطريقة تقول لها سؤالك أنا إن شاء الله بجاوب عليه إنزين بس الشرائج مثلا يدتش في الموضوع تشوفها لازم أن تبين لها أريحية في الموضوع أن ما رح تسكر الباب بويها فهذه التركات وهذه التكنيكات مهمة بالعكس أن الأبو لما يحتوي تبين لها ترى هذا شي مو محرج أن تتواصلين معي أحسن مما هي تروح مكان ثاني تسأله يعطيكم العافية هذا السؤال الأول رحنا هذا دكتورة لكي السؤال تفضل لي تمام أنا بالنسبة لي السؤال أنت شنو تعريفك حق الثقافة الجنسية تفضل الثقافة الجنسية أهي شي أنا بالنسبة لي ما في شي اسم الثقافة لأنا قصدي إن الحين لما أنا أقول لك مفهوم الثقافة الجنسية في اليدرس الحين شنو معناتك هذا الشعر الأول ناخد دكتورة تفضل الثقافة الجنسية اللي الحين قاعدين شوفها تدرس وقاية من الأمراض سواء تطبق طريقة صحيحة أو غير صحيحة أنا ما أدخل في هالأمور هذه تبين لنا الوقاية من الأمراض تبين لنا طريقة الزواج والطريقة الجنسية الصحيحة شنو اللي كون في منها ممنوع وشنو اللي كون في منها موجود كثقافة جنسية لمجتمع أفضل هذا من وجهة نظر البعض ياطيكم العافية لك سؤال ثاني نحبي تستخدم أختم في هذا بالسؤال توجه للدكتور أتالي الختام تفضل السؤال إذا كان الشيء في الثانوية العامة المدرس مو محتاج أنه يدرس من بدايتها ومنوله يديد علشان يوصل الرسالة بطريقة صحيحة وهل أضمن أنه ستوصلني بطريقة صحيحة ولا لا من أسلوب المدرس وكمنهج موجود للطوابة ويتقبلونه بطريقة بسيطة المنهج أساسا المفروض ما يكون من طريق وزارة التربية أبدا المفروض يكون حسب منظمة الصحة العالمية اللي سوت فريمورك كامل حق الدول العالم كلها وإن شاء الله أقدر أشاركك أنا في هذا الملف اللي موجود لأنه عبارة عن أسئلة وكل دولة تجاوب هذه الأسئلة على حسب ثقافتها على حسب دينها على حسب الأصول والمبادئ اللي موجودة فأساسا لا المفروض مو المدرس هو اللي يدرس هذا الشي أبدا أنا ما أوافق هذا الشي المفروض يكون دكتور ولازم منهج من وزارة الصحة ويكون أساسا في يد مع الكثير من الجهات الرسمية وأحدها أكيد راح يكون فيها جانب ديني وإسلامي وإن إحنا نبي نبين لهم إن إذا أنتوا سويتوا هذا الشي وطبعا على فكرة القوغل موجود راح يعرف كل يسوي قوغل ويقرأ مواضيع كذي فعل أقل أنه يتي من إنسان مثقف وعارف ولا أنه يمن السوشيال ميديا دكتور لدي السؤال الثاني تفضل لي أنزين أنت في رأيك إن المفروض ما يكون في ثقافة جنسية أوكي أنت تبي أن الأهل ويكون لهم دور وأنا أيدك أمية بالأمية إن لازم يكون في هذا أنا أحسن سؤال هنا إن يكون شنو نصيحتك حق الأولياء الأمور أنا ما شاء الله يعني أحسن أنت هم ودك توجه هذه الرسالة التربوية مفروض كان هذا الختام مالغ اسمي حالث إذا إذا تحب نفتح الخمس دقائق وتكون هي تمد نصيحتي لأولياء الأمور كلنا نسمع المقولة خاو ولدك أو صير صاحبة لما أنا أصير صاحبة من سن المراهقة ما رح ينحرج مني رح يسألني في بعض الأمور اللي أنا رح أوضح له فعشان شذي أنا أحتاج والدور الأساسي يكون أولياء الأمور مو المدرسين يعطيكم العافية الشئلة وأجوبها جدا راغية ويعطيكم ألف آفية الصراحة الحين الختام أستاذ عبد الله لك أربع دقايق تختم فيها النغاط اللي قلتها حاب توضح شغلة إضافية رسالة أدري نصح النصيحة توك عندك نصيحة ثانية تفضل دام فابضك تو الدكتورة أنسفة القاعدة مالتها كلها بشغلة واحدة يوم قالت أنا أأيد أن الدكتور اللي درس مو مدرس هي أسمها وزارة تربية مو وزارة صحفة أنا أحتاج مدرس لها أنزين وأيد الكلام أكثر لمن أنا أيو أقول أن أنا أحتاج لجنة تثقف المقبلين على الزواج اللي أحتاج منهم الدكتور ناس ما ذكرنا في البداية وأحتاج منهم القانوني وأحتاج منهم الشيخ أو الشخص الشرعي والحالة النفسية من العلوم الاجتماعية فأنا من وجهة نظري أن ليرحين مصر على أن الثقافة الجنسية لا تدرس في الثانوية العامة وإنما يكون وقتها للمقبلين على الزواج بعد الثانوية العامة لأن في الأساس أنا راح أثير غريسة الجنسية راح أثير شهوتة حتى لو أنها كانت من ناحية طبية أو ناحية علمية بحثة راح أتكلم فيها أنا راح أثيرهم وراح يصير كل ممنوع مرغوب فدرعا للفتن وغير شذي أنا أحتاجه في وقت وزمن آخر مو بالثانوية العامة نفس ما ذكرناها أنا أقدر أن أعطيها طالب الجامعي لأن الطالب الجامعي له قابلية أن يكون مقبل على الزواج أو أنه يعل أسره حتى وهو طالب جامعي لكن طالب الثانوية خصوصا في زمن لا أحد يقول لي قبل يدتي عمرها خمسة عشر سنة تزوجت ما يخالف ذاك زمن والحين زمن زمننا الحين طالب الثانوية العامة غير مهيئين للزواج فتهيئتهم للزواج يكون في المرحلة الجامعية ويكون في لجنة من تحت إشراف الحكومة على أربع وزارات وزارة الأوقاف ووزارة العدل والشؤون والصحة هالأربع وزارات يكون عندهم اللجنة اللي موجودة حق المقبلين على الزواج أو يعطيكم العافية شكراً أستاذ عبد الله ويعطيك العافية على الختام دكتورة تختمين تفضل لي هو أول شيء التثقيف الجنسي هو مو منهج هو مو كتاب هو علم هو المفروض يتم في مراحل مختلفة عن طريق طبيب من ضمن خطة تكون تبع منظمة الصحة العالمية غير تشذي إننا إحنا لازم صح أنا ما أيد إنه يبتدي من الثانوية يبتدي من الروضة لأن أنا ما بي مثلاً ياهل يتعرض حق أذى من شخص وما يعرف إن هذا طريقة إنه مثلاً أحد يجيسه بطريقة غير لائقة وهو ما يدري أنا ما بي أنا ما بي تشذي أنا أم أنا خاف على عيالي أنا ما بي إنه أي طفل يتعرض حق هالموقف أنا ما بي وحدتين العيادة ويكون فيها التهاب وأثار ريالها ما ندري شنو مسوي وهي معارفة أساساً شنو فيها أنا ما بي أشوف هذه بالعيادة عندي بس تعبت تعبت لم تها خلاص خلينا نتطور وأنا قلت هذا مو منهج هذا عبارة عن ممكن التثقيف الصحي هو مو كتاب التثقيف الصحي هو يعني عطى خلال فترات معينة في اختيار مراحل الدراسية ومو شرط يكون سنوياً يعني مو كل سنة فرض عليه لا أنا أختار مثلاً ثانية روضة أنا أختار رابعة ابتدائي أنا أختار رابعة متوسط أنا أختار رابعة ثانية إلا منير العامل السناسات ستة عشر تناعشر فلا ضرب فلا يتمنى بهذي الطريقة على رسالح يمكن إغلاقه حياته ولكن هذا كي يتمنى كي ينفعل كي يتمنى كي يتمنى كي يتمنى كي يتمنى مو شنو شكراً 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 نأخذ سؤال معطل سؤال للدكتورا ضحايا الاعتداء الجنسي واكثر المعتدي نفسه خصوصاً قصة زميلتي كنت أدرس بأمريكا وقالت لي بعد الاعتداء على طول راح يتغرف الطوارئ وعطوها جرعات كبيرة من أدوية تمنع انتشار عدوى الأيدز إذا كان عند المعتدي وبالفعل بعد أسبوع دروو إن المعتدي كان في مرض الأيدز لكن بنعت إن تستغبل هالمرض من هالجرعات فإن كنت تشرحين لي هالموضوع مايك مايشتغل 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 نحن تخطي لأنني تخطي هل يمكنهم أن يقولون حق الأم أو الأبو لأنني بالنهاية مايشتغلون لهم أنت شودتش هناك قلعتش أنت السبب فهني طبعاً شونا أنا عالج المشكلة فدايماً هني السؤال يكون أخلاقي حق الدكتور نحن نتخذ قرارات صعبة يعني في يوم الأيام تحطون نفسكم مكاني وتتخذون هذه القرارات يعني تخيلوا إذا في بنيا ييت دكتورة أنا بمانع حمل وهي عمرها 14 سنة ترى سؤال صعب سؤال صعب أنا شن أسوي هني فطبعاً دائماً نقاشنا يكون مع الديكاترا اللي أكبر منا فبالعكس إحنا عندنا في الكويت وسيلة للحماية في حال أن هي بلغت نحولها حق المفروض الأمراض السارية ويعطونها جرعات الوقائية لكن من ناحية القانونية إحنا ما عندنا فكرة شن الإجراءات اللي يتم اتخاذها وفي الغالب ما يتم اتخاذها للأسف لا وماكو قانون واضح أبداً يعطيكم العافية أنا عندي سؤال حق الأستاذ الكريم وايد أسمع بحالات يعني شخصياً ناس أعرفها وواحد خالها تحرش فيها ولا واحد ثاني عرفها بمسيد تحرش فيه شيخ بعد أن توصل للمرحلة ما حد يستطيع التكلم عن الموضوع ولا حتى يقدرون يفاتحون الموضوع ويأهلهم فأنت قاعد قول مفروض كأب ولا أم إن أهم يون يكلمونهم ويواعونهم بس لنكون يعني واقعيين هالشي ما يصير فشون نقدر نمنع وبعد فوق الأوان يستعبون أن أمبي أنا أحد تحرش فيني جنسياً فشنو اقتراحك بها الموضوع تفاضل أستاذ عبد الله وايد عجبني سالة الله يعطيك العافية تورد الساذي وزير السابق وقال أنه شنو الأب أخذ عياله وراحه لشارع وشرح لهم هنا دور الأب أنه يثقف عشان المناعة بنفس الوقت أنا أحتاج الطالب نفسه أو الطفل نفسه اللي في بداية سن المراهقة للاحظ شغلة غريبة يروح حق أبوه على طول يروح حق أمه يروح حق الناس الأكبر منه حتى في المدرسة يروح حق المدرس على طول ويقول له شي غريب صار معاي واحد أثنين ثلاثة أربعة يشرح حق المدرس هنا أنا نقلت المشكلة مالتي حق المدرس نفسه أو حق ولي الأمر ولكن إذا أنا كنت في مرحلة طفولة وشفت شي غريب وسكت أنا راح أتحمل مسؤولية وأيضا ولي الأمر راح يتحمل مسؤولية لأنه أول ماهتم في ذريته ماهتم في تثقيفهم عشان الوقاية عشان كذلك نذكرها مرة ثانية وثالثة وعاشرة أن الأهل هم أول مكان الطفل يلجأ له في سن المراهقة قبل سن المراهقة أي شي غريب يشوفه يتجرأ ويروح يكلم أهله أو أن الأبو الأم بين فترة وفترة يسؤلون أعيالهم شنو اللي صار معاكم شسويته اليوم شما سويته اليوم أشعر أن أعقب قليلاً شويته اليوم شويته اليوم شويته اليوم عادي الأبو يطق عياله عادي يكفخها يطق راسها بالطوفة عادي عادي ترى يعني ترى مجتمعنا ما يرحم مو كل الأبو يعني كان زين كل أبهات نفسك الصراحة الله يعطيك الصحة والعافية وهايد كبرت عمرك من أيام الشاه بس صد ما عادي يطقهم وهذه صارت وحالات القتل اللي صارت آخر مرة أخو يطعن أخته يعني الله يكافي نشر يا الله ترغي hello so basically هو مو سؤال هو مو رفعه I'm 26 years old I was okay so how can I say that in Arabic أهلي ما علموني عن ثقافة الجنسية وايد I've been sexually harassed I've been عشت بره for now when I see people when I see people هل هذا تحرش هل هذا عادي for being educated من هو الواحد يكون صغير it's needed و بغض النظر هو كان من شريعة الإسلامية ولا مو مش شريعة إسلامية أنا أتكلم موضوع عن خارج الشريعة الإسلامية and actually you mentioned that أن الثقافة الجنسية تنقل مرض الإيد actually it's not about like if I'm being or a gay or a lesbian or if I'm a gay or a lesbian it's needed like we all need it but we're all in the same thank you I want to thank you I want to thank you شكرا على المشاركة استعد العبدالله تفضل تفضل أحترم وجهة نظرت وكلامت عين العقل لكن هل الرد مرة ثانية ونسأل السن مناسب أنا أشوف أن السن المناسب في مرحلة ثانوية أو المتوسط يكون من الأهل مو كمنهج يدرس من الأهل نفسهم إذا الأهل ما ثقفوا وعيالهم من ناحية هذه في سن البلوق وشنو مخاطر السن البلوق والأمور اللي تحصل والتبعات اللي تحصل من الثقافة الجنسية في الوقت هذا وزارة تربية ما رح تسوي شيء اسمها وزارة تربية بس هي ما رح تربع عيالنا الأهل أهم اللي ربون هني استشعار المسؤولية من الشخص نفسه والاستشعار المسؤولية من الأهل نفسهم مرحلة ما بعد الثانوية هني تبدي الثقافة الجنسية لأن نرد مرة ثانية ونكرر تكون هني وقاية وإقبال على الزواج فهذا السن المناسب لها طريقة انتشار الإيد احنا عارفين أحد أهم العوامل اللي هي الطريقة الجنسية وشفناها في دول وايد أنت درستي بره وأنا درست بره والدكتورة توقع أنها مدرست بره وناس وايد هنا يدرسون بره شافوا بعينهم أنا واحد من ناس شفت بعيني لما أشوف واحدة عمرها 17 سنة فيها مرض إيد وعندها ثلاث عيال ليش لأنه ما في أسرة من الأساس احنا هنا نركز على الأسرة بحكم أنه احنا بمجتمع محافظ مجتمع عربي أنا ما رح تكلم عن الدين لأنه ما ذكرت يسارفة الدين فأنا ما رح تكلم عن الدين رح تكلم من عادات وتقاليد احنا أسر محافظة أسرنا مجتمعة مو نفس الدول اللي موجودة بره الغربية ما في أسر من الأساس عادي عندهم أن الأبو متزوج لكن عند عيال من ثلاثة ولا أربعة مو متزوجهم وشي طبيعي عندهم نفس الشي احنا قاعدين شوفه في مرحلة السن المراهقة عندهم الشي هذا طبيعي ان يكون عندها الحيال من غير زواج عشان شذي احنا هنا نركز ونقول أن الثقافة هذي تصير بعد الثنوية العامة وأثناء الثنوية العامة أول متوسطة اللي هي مرحلة البلوغ يكون مسؤولية أولياء الأمور مرحلة الثقافة الجنسية نحن قلنا مو بس هو شنو تسوون هو شنو ما تسوون بالنهاية لازم نعلم نعلم الريال شون يعامل المرأة شون الاشياء المفروض وما يسويها المفروض نعلمها ما يلمس المرأة سواء كان بها الطريقة ولا بها الطريقة لأن هذه تعتبر تحرش جنسي لازم نعلم المرأة أنه لازم مثلا ما تصيرين صديقة أو أن أنت تتعاملين بأريحية مع الشاب لأن ممكن هذا يؤدي إلى مشاعر عند الشاب فالثقافة الجنسية هي شنو لازم ما تسوون يعني إذا أنا ثقفت البنية ترى صح كلامها ترى وايد التحرش الجنسي ولا ننكر مو بس بدول بره هو في كل مكان في شيء اسمه تحرش جنسي للأسف هو مو شيء ما لعلاقة لو الإنسان ما نقعد نتكلم عن وازع الديني إحنا ما ندري مثل ما قلت أصاب عيدك موسوى مو كل الناس عندهم هذي القابلية أنهما يقدرون يمسكون روحهم عن الغلط في ناس قاعد يتسنون الغلط وللأسف ما في أحد قاعد يوقفهم قاعد يستمرون لعلمني ما تفعل رح تيك في سؤال مباشر لما تيك مثلا تسألك عن الدورة تقول لها بكل تلقائية وطبيعية ما في شيء بس هي الدكتورة تواهقت لأن السؤال ما كان مباشر لها مو واضح السؤال فظليت مو عارفة ترد عليك الرد الصح أنا بالنسبة لي حسب ما استمعت وكنت موجود في مع الشباب الشي الثاني بحكم أني أنا مدير مدرسة سابق وعرف شين المشاكل اللي صير في المدارس المشكلة مو أن التربية تقدر ولا ما تقدر لا التربية تقدر ولكن إذا كان الفريق المتدرب والوزير يعرف هذا زين يمكن أن زارني في المدرسة في مدرستي يعلم جيدا أن في نقص في تدريب المعلمين المعلمين غير مهيئين غير مدربين ولكن إذا جبت المعلم المتدرب القادر على شرح الموضوع بجدية الجدية تختلف مو أننا ناخذها مزاح مع لفه دوران أنا واحد من ناس كنت في أسرة أو أم كانت أقدر أقول لها كل صغيرة و كبيرة تمر في حياتي وكثير من الأخوات والأخوان هنا في مواضيع صارت معهم ما قدروا يوصلونها حق أهاليهم وصارت لهم مشكلة فيها لأنه ما يقدروا يستحون يوصلونها النقطة الثانية اللي قالتها الدكتورة المنت اللي يعتد عليها أخوها ما هي المشكلة؟ أنت تقول الإسرة هذه الإسرة غير مثقفة جنسيا من كذي صار الإختلاط من كذي قصارت الفرصة فإحنا لا ناخذ الشيء في إنه إي أو لأ أنا هذا اعتقادي وهذا رأيي اللي مقتنع فيه من خبرتي يعني أنا في يوم الأيام كنت طفل وكنت أشوف وطالع بس كنت كانت عندي أم بسني أنا حين واحد وستين سنة كنت أقدر روح لها بكل أريحية وتقول لي كل شيء أخواني يعني حتى في مشاكل طولت يمكن ما يخالص بس أنا أتكلم عن تجارب شخصية مرت فيها ويمكن بعض الشباب مروا فيها بس ما أقدروا يقولونها أنا كنت أقدر أقول أم يمكن كانت كبيرة بالأمر ولكنها مثقفة عندها من الذكاء والحكمة أن أوفر على ولدي الجهد أن أنقل معلوماتي وخبرتي لهذا الأبن هذه النقطة اللي إحنا نحتاجها هذه الثقافة الجنسية اللي إحنا نحتاجينها مو مثل ما قالت الدكتورة كيف ولكن لماذا ومتى وأين التحصين هي الثقافة المقصود فيها التحصين من أنك تقع في الخطأ ما معناته إذا حصنت الولد أو البنت معناته شجعته على إثارة الغريزة شكراً 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 أحد حاب يعقب على النقطة يتفضل أستاذ عبدالله إذا حاب ترد على النقطة تفضل شكراً 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 على أن يثقفون عيالهم فالنقطة اللي الدكتورة طرحتها والناظر اقترحها أننا نعطي مجال بحيث ننوفر طريقة متساوية وعادلة حق جميع الأسر أن يكون عندهم ها ثقافة مو كل الناس لو الكلام اللي أنت تقوله صحيح كأننا نحن ما قعد نشتكي من هذه المشاكل اللي موجودة الحين لكن لأن في نقص وعدم قدرة الأهل أن يوصلون المعلومة لأي سبب من كان قلت ثقافة قلت وعي عيب قلت ثقافة الآن صار عندهم يعني النقطة اللي بوصلها أنه مو صحيح لأن أجانب ما عندهم ترابط أسري ولا صحيح لأنهم أجانب الأبو والأم كل شيء عادي عندهم مو صحيح هذا الكلام أنا عشت مع خوالي لما كانوا مت مسكين في الدين وهذه كانت من أكبر الممنوعات يعني بنت خالتي أو لما كانت تتسافر مع قروب أولاد كان خاللي لأن ما قدر يمنعها كان يقول هلا تقول لي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جميلة ترجمة نانسي قنقر او كولتشور و سيسايتي او كولتشور و سيسايتي او كولتشور و سيسايتي من الناس تحرش جنسي 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 اذا نعتقد تحرّج جنسي في التحوّل الجنسي وفي الشذوذ الجنسي ومرض الإيد يمنع بعض الدول بس ما ذكرتنا اساميها عشان القانون المرئي والمسموع عشان ما ننظر الشباب أصحاب المناظرة في نسب كثيرة في الدول اللي تدرس الثقافة الجنسية نسبة الشذوذ الجنسي موجود عندها بشكل خيالي نحن نتكلم شكل خيالي ترى 30% و 25% يعتبر رقم مهول في الأمور هذي وتكلمنا عن سالفة مرض الإيد عن بعض النسب اللي موجودة الرد هنا على الشغلة الثانية هنا يكون دور الطالب أن يروح يبلغ الأخصائي الاجتماعي أنا أحط الأخصائي الاجتماعي في الوزارة ليش؟ عشان يشوف نفسية الطالب عشان إذا لاحظ فيه أشياء غريبة عشان يشوف الطالب شنو علاقته ويأسرته وشنو علاقته في المدرسة وشنو شخصيته في المدرسة إذا الطالب ما تكلم أو ما وجه السؤال الحق ولي الأمر نفسه وما أبين الشي هذا؟ رح يبين على نفسيته هنا يكون دور ثلاث أشخاص المدرس الأخصائي الاجتماعي أثناء وجوده في المدرسة أولياء الأمور أثناء وجوده في المنزل لأنه مستحيل أنه ما رح يبين عليه خصوصا أن أنت عارف الأمور هذه كاستشارات نفسية رح يبين على الطفل شنو اللي ضايقه لما أنا أكون ولي أمر وأي أسئلة شنو اللي مضايقك وأحنا عليه مرة ومرتين وثلاث رح يقول لي ممكن أنه مبنس اليوم ممكن مو من أول مرة بس رح يقول لي نحن بعدين ناخذ النقطة الثالثة اللي تكلمت وقلت فيها أنا شنو أن أعلمهم إياها بشكل عام أنا أعلمهم إياها بشكل عام في أماكن معينة كلية الطب ليش؟ أنا عندي تخصص معين في كلية الطب أدرسي إياه وهو هني رح يثقف طابة كلية الطب ويثقف المرضى اللي عنده وردًا على نقطتك ونقطة الإخت المساع أثناناتكم تقريبًا في نفس الشغل الشغل يوم قلتو أن أولياء الأمور ما ثقفونا جنسيًا أو ما عندهم ذيتش الثقافة الجنسية أهني أنا عندي شيء اسمه في وزارة الصحة طب العائلة أنا أقدرني أروح واستشير وأسأل وأقدر أروح حق استشارات نفسية وأسأل عندي مراكز بالكويت أسأل فيها أثقف نفسي عشان بعدين أعرف شون أثقف عيالي وما يصيرون تحت المحيط هذا اللي الله لا يبللنا إن شاء الله وهو يبعدنا عنا ما علي بس أسألك أنسي وآلن زين شون دليل لك العلمي إن في ارتباط بين التدريس هذا الشي في المدارس ونسب الأيدز والشذوذ شون ربطهم شون قدرت أنك تربط العلاقة لأن إحنا أساسا في الطب عشان نبرهن إن هذا مسبب حق شي يحتاج دراسة أو شي سنين وغير شديد لازم الدراسة تذكر ارتباط مباشر إن هذا مسبب هذا فإذا في دراسة تقدروا تقول لنا إياها إن هذول الأثنين لهم علاقة بعض ياريت تقول لنا إياها أنا أخذ هلت من ناحية منطقية أنا ما تكلم عن منطق أنا تكلم عن علم أطلعين أنا متخصص طب أحساب الناحية منطقية أحساب الناحية منطقية عندما أتحدث عن الناحية منطقية من 15 إلى 17 سنة من 13 إلى 17 سنة أي مرحلة؟ ثانوية أو متوسط عندما أرى نسب الإيجز فيها موجودة نسب فضل العذرية موجود نسب الشذوذ الجنس موجود ما أربط بينهم؟ هل هذا بسبب هذا؟ أم بسبب المحيطة؟ كالتر أو محيط على حسب الدولة نفسها أو على حسب الديانة مساء حضرتك ذكرت الدكتورة أن سالفت الالتزام الديني عنوية الكاثوليك أكثر ناس في الديانة المسيحية ملتزمين في الأمور هذه وأهم تقريبا أكثر مذهب مسيحي أقريب للإسلام خصوصا في أمور الزنا والعذرية وإلى آخرها حتى الارتباط الأسري أنا لما أتكلم أشوف الكالتر نفسها أو العادات والتقاليد معات المجتمع نفسها وأشوف الفئة العمرية وأشوف انتشار المرض في الفئة العمرية نفسها وأشوف انتشار الشذوذ الجنس في الفئة العمرية نفسها هذا كلها راح يرتبطوا يا بعضا بمنطق نفس ما قتلك أنا تخصصي مطب يعطيك العافية ترى خذت سؤال ثالث أودك سؤال ثالث نعطيه بس أحب أقول لكم ترى اللي قاعد يرفع عيدة و بيسأل إن شاء الله بناخذ أسئلتكم لأن الموضوع يستاهل ما راح يسكر الموضوع كلها ترى يمكن ساعتين بنتكلم فيه وبعدين كل واحد بيرد حياته اللي بيشوف مبارات اللي بيطلع عشاه فهذا الموضوع يستاهل فبناخذ أسئلتكم كلها إن شاء الله تفضل عندي سؤال لكل الطرفين أو شي أنا مستمتع جدا وشاكر جدا على الدعوة الكريمة ومناظرة رائعة فيه شغلتين للحين حس فيها ضبابية حاولت الدكتورة كل شيء توضحها بس ترجع العملية اللي هي إلى الآن خلنا نحدد المصطلحات ماذا نقصد بالثقافة الجنسية حذرتي في البداية أنها ليست الجماع بعدين رديتي أمثلة كلها لها علاقة بال فخلنا نتحديد المصطلحات جدا مهم النقطة الثانية شن المشكلة يعني وين المشكلة أنا هذا كان دائما سؤالي وزارة تربية فترة من فترات أنا اشتغلت تشرفت الشغل مع أبو أنس فترة حاول يطرحون مقرر التربية الوطنية وبعدين دخلوا مقرر المهارات الحياة بعدين اسحبوها أين المشكلة؟ هل فعلا في مشكلة في المجتمع؟ من كلام الأخوات صراحة صرت أخاف واضح في مشكلة بس إحنا ما عارفينها إحنا واضح في مشكلة حقيقية أخي الكريم أنا ضد سالفة مبدأ درء المفسد المقدم على جلب المصلحة كقاعدة دينية على إطلاقها هذه القاعدة سكرت علينا أبواب كثيرة من باب لا لا سكر الموضوع لا تصير مشكلة لا سكر الموضوع معذرة ترى اللي عندنا عند غيرنا بس اللي عند غيرنا الشفافين وإحنا من تحت ساكتين معذرة أنا عندي قناعة الآن أن هناك حاجة ضرورية والله ما كنت مقتنع فيها لما دشيت لكن كلام الأخوات قاعدت تتكلم هنا والكلام والتحرشات لأن هناك شيء خطير قاعد يحصل عندي قناعة أنه هذه يجب أن تدرس لكن من يدرسها هذه الأحيان المشكلة قد أختلف مع الدكتورة شيء في موضوع أنه وزارة الصحة أنا غير مقتنع مو فقط وزارة الصحة قد تأخذها من جانب قد تصير أحد البروغرامز المركزة من وزارة الصحة في جزئيات لكني قاعد تكلم عن أطفال وروضة وابتدائيها من الصحة تبتدخل في الموضوع صارت قضية طبية ولا أنا مقتنع بوزارة التربية لأنها فاشلة آسف أقولكم إياها وأنا دكتور أنا آسف سوري تسو ذات خليق وليش سوري تسو ذات أنا دكتور في كلية تربية واشتغلت في مدارس تربية كثير غلط أنك أنت تعتقد أن المعلم هو اللي يسويها والمعلم مفالح يتعامل بطريقة صحية أنا عندي قناعة في شغلة الإشكالية عندنا دائما في تطبيق أي برنامج هو منيجينج منيجينج شلون نحدث التغيير بطريقة صح وهذه أكثر الخطائنا اللي قاعد تحصن نحط برنامج ونشيل نحط برنامج ونشيل نحط برنامج ونشيل خلينا نتفق على أن هذه أمصت مهمة خلصنا منها نمبر تو نشوف تجارب الدول اللي سوت الشغلة هذه وشنه أنجح التجارب نمبر ثري نحط جهات متخصصة جزء منها وزارة الصحة في الجانب الصحي جزء منها في جانب كذا خصائيين نفسيين اللي عندنا في وزارة التربية اللي ما حد قاد مهتم فيهم يصير عليهم تركيز شديد وكذا بالحال هذا يصير بروغرام خاص مركز مركز أضمن أن الناس اللي راح يوصلون المعلومة هذه لأبنانا هم ناس كواليفايد بروفيشنالز عندي أمان وضمانة بالأسئلة اللي تعطى لهم وكذا وما شبه ذلك لأن عيالنا يحتاجون سكلز ومهارات في هذا الموضوع تطبقها في مدارس معينة تأخذها تست وتجربة وانجحت طورها دخلها في مناطق يقبلون هذا الشي وما عندهم مشكلة أوبن مايندد إذا انجحت المناطق الأخر راح تقول نحن نفيها أعتقد شوي شوي ثقافة العيب واسكتهم وخلنا نغطي على الموضوع هذا قاعد يخوفني قاعد تطلع عندنا شغلات نحن ما ندري عنها والأمور قاعد تصير تحت الطاولة أعتقد الزمان غير الزمان الله يطيكم لها شكرا 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 إذا ممكن تردون عليه بس عشان هو أسألني سؤال قابل عادم أين شعر إذا قدرت وتختصرون عشان ناخد السئلة وها بس التعليق بالنسبة صح أنت يمكن أنا ما وضحت عدل شنو المقصود في الثقافة الجنسية ولما أنا يعني تلميحات وتكون أغلبها عن الفعل نفسه أنا قصدي القصد إن أنا ما رح أعلمهم شلون يسوون يعني أو الجماع شنو طريقة الجماع هذا قصدي أنا ما رح أعلم شنو طريقته أنا بس بعلمهم نتائجة أساسا الأشياء الأشياء هذي أنا ما مضروري أنا أعلمها حقهم مثل بالنهاية فعلا يمكن قبل الزواج يكون أنسب وقت لكن أنا بعلمهم شنو الأشياء المتعقبة حق هذا الشي في الناحية الطبية الصحية كوني أنا طبيبة عائلة حلو؟ من ناحية منظمة الصحة العالمية هي أقرت بعض الأمور اللي لازم تندرج تحت الثقافة الصحية وأنا كتبتهم عندي أول شي هي تكلمت عن طريقة السكرينينج أو الفحص المبكر حق بعض المشاكل الصحية وتطرقة حق التطعيم اللي رافضينا أساسا أولياء الأمور أنه يندرج من ضمن تطعيمات الفتيات اللي بعمر 12 سنة أو 13 سنة حسباهم أنه سليبر يسلوب أنه يأدي حق أنهما يعطيهم مثل فريتيكت أنهما يسوون اللي يابونه هذا غلط تطعيم هذا ممكن يقي من سرطان عنق الرحم هذا رقم واحد تثقيف الجنسي الثاني لازم طريقة العنف الجنسي لاحظنا إنه في الكثير من الناس عندهم عنف جنسي ضد المر أو في بعض النساء ضد الرجل فهني هذا لازم يندرج تحت التثقيف غير شدي الأمراض السارية المعدية لازم نحط بالنا إنه اللي عندهم داون سندروم اللي عندهم مشاكل ترى عندهم عندهم يعني حتى هما عندهم أكثر الميول هذه وايد أكثر من الإنسان الطبيعي ففي WHO ركزوا على هذا الشي عندنا بعد الاحترام ركزوا على الاحترام بين الجنسين ركزوا عليه ركزوا على إن الإبتعاد عن الأفعال اللي ممكن تزيد من نسب الأمراض إن أن المرأة شنو صفاتها والرجل شنو صفاتها يعني شنو على أساس نحنا نبتعد عن ظواهر الشذوذ الجنسي بالنسبة حق الابتزاز العاطفي حم يا بطارية دكتور استسمح شتست إيه سوري سوري آخر بس أنا قاعد أتكلم عن نقاط في الوح وأقدر أشارك معاهم بعدين وبس هذا هو التعريف الصراحة عبدالله تفضل حاب ترد من ناحية الشرعية يوم قتلي درء للمفاسد قاعدة مو إن تكون على كل وقت أنا وياك إن مو على كل وقت نحنا عندنا أول شيء في الدين الإسلامي القرآن السنة الأجماع القياس الاجتهاد صح أنزين أنا عندي الشيء هذا إذا مذكر في القرآن من ناحية الزواج من ناحية الزنة وغيرها ومذكر يبقى عندنا سنهني الاستهاد الاستهاد أنا الحين هني أخذها على سنو أشوف مبارها ومنافعها سنو اللي أكثر هني رح يكون الاستهاد عليها ناخذها على مثال ثاني ما راح نقول إنه سرب الخمر حرام ولا حلال راح ناخذ إنه سرب الخمر عندين سنو الفايدة منه و سنو المبار مالته سرب الخمر ندري إنه ينظف شوية من الكلا أو من الكبد بس شنو المبار مالته عشان شذيء هو حرام لما نحن نتكلم و نشوف أغلب المشايخ يقولون لك كاجتهاد شخصي لأنه تلقاه قارن بين المنافع والمبار اللي موجودة وهني أنت اللي تقيسها هذي الشغلة الثانية الشغلة الثالثة بنفسك انت قلت إنه ما عندي مدرسين أكفاء إنه يكونون موجودين لازم ناحتاج هني شنو دكتور استشارة نفسية كأخصائي اجتماعي علما أنا أهله اش كثري بيلي عشان يتأهل وهل الأخصائي الاجتماعي مجبور أن يدرس ولا لا هني يكون استشارات أولياء الأمور من باب أولى أن أولياء الأمور يروحون مركز الأنماء ولا يروحون وزارة شغل أو طب العائلة ويسألون يستفسرون عشان يثقفون عيانهم في مرحلة البلوغ نحنا نتكلم لما نشوف أن المجتمع عندنا يقول عيب خوف من الفضيحة لا مو عيب أنا أصر أن أروح وأسأل لكن أسأل في المكان الصحيح وفي الوقت الصحيح لمنييني شخص في سن البلوغ وما يبلغ أهله وزارة تربيش عليها لا بس لما نبلغ أهله وأهله يعاملون باحترافية نفس اللي إحنا نتمنى أمزين ونقول له تروح حق طب العائلة أو تروح حق مركز الأنماء لاستشارات النفسية موفرة لك الحكومة روح وأسأل واستفيد أنت هني راح تفيد عيالك أنت اللي راح تعطيهم الثقافة الجنسية بشكل عام لين يوصوا حق مرحلة الأقبال على الزواج وهني وهو يكون وقتها الصحيح من وجهة نظري يعطيك العافية أستاذ عبد الله تفضل يعطيكم العافية مشكورة دكتورة نور مشكورة سال عبد الله أنا سعيد اليوم مرتين أمانة المرة الأولى لحضوري أول مرة لمنتدى نقاشنا والمرة الثانية إني أخيراً قدرت أحصل المايك طرت نص ساعة بس يعطيكم العافية في البداية أنا ما راح أتكلم من وجهة نظر دينية أنا شوف أن الموضوع كلش مديني أنا راح أتكلم من زاوية طبية بحتة كوني أنا طبيب في قسم الجلدية والتناسلية كوني أنا طبيب في قسم الجلدية والتناسلية تقريباً بشكل شبه يومي أشوف حالات لمرضى أعاينهم يومياً يعانون من أمراض تنتقل عن طريق الجنس لسهل عبد الله أنت قلت مجتمعنا محافظ أنا أقول مصطلح محافظ كالكلمة هذه أو هذا المصطلح يتهاوى داخل العيادات نحن مجتمع محافظ من بره فقط لكن داخل الأبواب المغلقة أنا أدعوك دكتورة نور ما قصرت مثلتنا خير تمثيل لك أنا ما أعتقد ألف مناظرة ممكن تقنعك كثر ما أني إذا يبتك عندي بالعيادة وشفت المرضى وشفت شلون في حالات يندى لها الجبين يشيبوا منها الكبير ويحرموا فيها الصغير القصة اللي قالتها الدكتورة بخصوص اللي عمره خمسين سنة هذي حصلت معي أنا يبشي يقول لي ما أقدر تزوج يقول لي ليش معلمتونا يقول في قصور منك ومنتو يقول هذا الإنسان يخاف الله ما يبي تزوج حتى ما ينقل العدوى في بنت ثانية مسكين عمره ثلاثة وعشرين سنة من عائلة محترمة تزوجها شخص كانت لها مغامرات جنسية نقل لها أمراض ممرض واحد أمراض HPV هيربيس وطلقها الحين هذه ما يقدر تكمل حياتها تزوجت فرضا فرضا تقول تزوجت انقلت هذا الفيروس لزوجها الغادم ماذا راح يفكر فيها راح يتهمها في عرضها في شرفها غير الشعور بالذنب إذا نقلت هذا العدوى القاسم المشترك بين جميع المرضى اللي قاعد يوني كثير منهم ما يدرون أنه في أمراض جنسية كثير منهم لا يعلمون أن كثير من هذه الأمراض ليس لها علاج مو بس ايدز كثير منهم لا يعلمون أن بعض هذه الأمراض وعذرا على هذه الشفافية تنتقل حتى مع استخدام أساليب وقائية كالواقي وغيرها هذا اللي انتقل للمرض يقول أنا كنت يعني مستخدم أساليب وقائية لكن انتقل يقلت لأيه الهيربيس فيروس ممكن ينتقل حتى مع الواقي الهيومن بابيلومو بيروس اللي ممكن يؤدي إلى سرطان عنق الرحم وكثير يأتون فيهم سرطان عنق الرحم بسبب أزواجها وأنا شوف أن المرأة هي أكبر ضحية في هذا الموضوع تقلت أن هذا الموضوع أنه مو بعمر يتثقفون جنسيا أنا أقول أنهما مثقفين وخالصين لا نقص على نفسنا الآن في هذا الزمن في السوشال ميديا والعولمة وهذا الانفتاح الآن أنا أضمن لك واحد عمر 12 سنة يعرف اللي أنت ما كنت تعرف لمن كان عمرك 17 سنة إحنا ما نبي ينثقفهم جنسيا مثل ما قال الدكتورة نبي نحميهم جنسيا بالنسبة وقالت بالروضة أنا أتفق معاتش إحنا ما رح نطرح يعني اللي في الروضة مثل ما قال الدكتورة كيفية الجماع كل منهج رح يكون يتناسب مع الفئة العمرية ويتناسب مع قيمنا ومفردات تتناسب مع البيئة اللي إحنا فيها مثل ما قالت الأستاذة نور الدكتورة نور أنا أشوف أن التثقيف الجنسي فيما يخص التحرش جدا مهم كيف أوجدت قالتها الدكتورة نور كيف أوجدت العلاقة بين وجود التعليم الجنسي وبين ازدياد نسبة الاستيديز أو الأمراض المنتقلة بالجنس على العكس من ذلك الدراسات تشير أن بعد استخدام أو تطبيق نظام التعليم الجنسي قلت نسبة الاستيديز زادت الممارتات الصحية السليمة من استخدام الواقي الحبوب من الحمل طبعا في دراسات أخرى معاكسة السبب ليس في المبدأ ولكن السبب في نوعية التعليم في تعليم اسمه الابستنس سيكسول وفي تعليم آخر اسمه المشكلة في الابستنس اللي هو يعلمون الطالب الأمريكي يجب أن تمتنع على الجنس خارج إطار الزواج هذا ما نجح لم يؤتي في مارة هو السبب لأن الطالب الأمريكي قد عيش في زدواجية المعلم يقول لا تمارس الجنس خارج إطار الزواج لكن الإعلام المحتوى الجنسي العالي في الأفلام في أفلام هوليوود أربعين بلمية من محتويات مفردات الأغاني الأمريكية فيها يعني تشجيع على الجنس على المخدرات لكن لما شافوا الدراسات الأخرى اللي ما تقول لا تمارس الجنس لأن هذا أمر واقع عندهم تقول استخدم الواقي لا يصير عندك ملتبول بارتنس لا يصير عندك أكثر من شريك جنس هذا موجود عندهم أنزين في الشغلة النقطة معلش معلش أنا صاري ناطر أي دقائق معلش بالنسبة انت قلت أن هذا مو سن مناسب للزواج أنا اتفق معك سنهم اللي بالثانوي المتوسط مو يعني ما هم في سن ممكن يعني يهيئهم لزواج ولكنهم في سن يستطيعون في ممارسة العملية الجنسية وأنا أقول لك يأتوني مرضى من جميع الأعمار ومن جميع الفئات من جميع الفئات يأتني وحدة عمرها أربع سنوات فيها مرض جنسي والسبب تحرس جنسي جأتني وحدة غير متزوجة فيها مرض جنسي معنات الموضوع ليس علاقة له ما لا علاقة بالزواج فقط القضية أكبر من ذلك بكثير القضية الأخيرة نروح ونرد على سالفة مجتمع محافظ للأسف الشديد لما نقارن خطابنا اليوم ونحن في القرن الواحد وعشرين بخطاب ناس سبقونا قبل خمسمية وستمية سنة من أجدادنا تشوف أن ما عندهم هذا الخوف أو عندهم هذا التابو أنا أعطيك مثال 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 سريع الشيخ جلال الدين الصيوطي عالم ومفسر كبير من المذهب السني تعارف عندك كم كتاب فقط في التقيف الجنسي عندك كتاب اسمه الأيك في نواضر ما أقدر أكمل اسم الكتاب احترام القوانين للمرئيات وسمعيات كتاب أيضا من الطائفة الشيعية سيد نعمة الله الجزائري في كتاب اسمه زهر الربيع في عنده في هذا الكتاب محتويات فيها تقيف جنسي هذا المت هذا المات وقبل ثلاثمائة شلال الدين صوتي قبل سبعمائة سنة كتاب نزهة الألباب فيما لا يوجد فيه كتاب كتاب رشف الزلال في السحر الحلال كتاب رجوع الشيخ إلى صباح ما أشوف أن كلهم شيوخ رجال دين ما قالوا أن هذا ممكن رح يخرب المجتمع وأن هذا ممكن رح يؤدي إلى انتشار الرذيلة يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا وأول خطوات الحل أن نعترف بوجود هذه المشكلة ويعطيكم العافية عافية 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 عشان أرد حاذر أرد عليه أرد عليه بس أستسمحك لأن مثل ما هو عصب علي أني طولت عليه في غيره بيعصبون علي رد عليه حاول تختصر عشان أخذ السين إن شاء الله بشكل سريع أول شي يشرفني الدكتور أن أحضر عندك يشرفني الدعوة الكريمة هذه وإن شاء الله بيوم من الأيام راح أزورك نفس ما أحضرتك تفضلت ودعيتني الشغلة الثانية حضرتك جاوبت على نفسك بنفسك لما أنت تيين وتقول لي أن أنا عندي في العمر الفلاني وفي عمر سن المراهقة وعندها وزارة صحة هنا وزارة صحة هي المفروض أنها ترشد وهني وزارة صحة هي التي تعطيني الوقاية ليس وزارة تربية هذي الشغلة الثانية الشغلة الثالثة كلنا متفقين أنا يوم صار عمري 22 سنة ما تعلمت اللي حين قاعد أتعلم اللي عمري 28 و12 أنا وياك كل جيل لعمري كل جيل له الفئة مالته وله طريقته في انتشار التكنولوجيا والتوسع اللي موجود قاعد يوصل ويعرف لكن هني ردينا على النقطة الأساسية اللي احنا قلناها أول شي استشعر مسئولية ورقابة ذاتية من أهو ومن الأهل والشغلة الثالثة هني وزارة التربية أثناء وجوده في المدرسة هذي السرشوات غير شذي لمن انت تيني وتقول لي أن الدراسات صارت عكس حضرتك أنت يبتلي دراستين وثنتين هم كانوا يتناقضان ويا بعض واحدا منهم قلتلي أن الدراسة كانت أقل نسبة الإيز قللت وفي المقابل يوم يتلي سالفت أمريكا أنه صارت النسبة انتشرت أكثر وقلت عن الشخص اللي حصلت معاه اللي عمره خمسين سنة أنا وياك أهني مو دور وزارة التربية أهني دور وزارة الصحة وزارة الصحة هي اللي تعطينا الوقاية من الأمراض لمن أنا تعاون مع وزارة الصحة أيب دكتور يشرح لي ياها وأيب شخص من وزارة الشؤون على طريقة الاستشارات النفسية وأثنيناتهم يشرحون لياها الكتب اللي أنت ذكرته أغلبها أنا قريتها أولهم الجلال الدين الروموي لاحظهم كلهم كلهم قاعدين يتكلمون بطريقة شرعية ما يتعمقهم في الأمور من طريقة إنه والله أنا بأنشر الثقافة الجنسية لا هو قاعد يتكلم من ناحية فيها آداب أخلاقيات شرعية دكتور ما عليك أمر بس لأن لازم أخي باجي إذا حاب أول ما تخلص نغططها روحوا له كم لو كذر ما ترون أتشرف أهني ندخل في أمور ثانية اللي هي التحقيقات ما التحقيقات هذه ناس ما قال لك السادة أن تناقش فيها بعدين شاء الله إذا أحدث سأنا سأنا أقول هل سأنا إن أتشرف في أيضا أن تشاهد جدا لذيلة سأنا لذلك تjed أن تشاهد سأنا Så هذا ليس فقاوتا لدينا مؤسسات حقا اضحك ما حوالك لديه أكثر حوالي حوالي شبكة لديه خوالي هذا أيضًا لديه إضافة حاولي هذا الشيء حوالي هو مؤسسات حقا وليس أنا مخلقة وليس يتكلمين وليس لو لا يأخذ ينفحون kurtشانين ما هو مجبب صعومات فعلا رؤيت حوالي مرتين ستكون ممناء هذا ليس حوالي ستكلمين سنفحه أكثر حوالي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 وشiversity little bit of jany and a lot of families would prefer to do it at home but no one they are debating that so we cannot ignore the fact that sex education is not happening in a lot of homes and therefore schools do have a role to play and the debates should come from the Minister of Health and MICHEAL of Education first we need to agree that THERE is and then there's millions of models as she said that we can follow in order to achieve that يمكننا أن نكون لدينا سؤال سؤال أولاً ثم يمكننا استقبل سؤال ثاني ثم يمكننا أن نذكرها في وزارة التربية ذكرت لي التربية الإسلامية التربية الإسلامية مادة أنا لازم أن أعلمها لكن ثقافة الجنسية الأولوية تكون من الأهل نفسهم فعشان شدي من باب أولى أن أثقف الأهل ثقافة الجنسية من وزارة صحة عندي ومن أماكن أخرى بعدين يدور الأهل هنا ودور الأسرة في المرحلة هذه أهم اللي ثقفون الولد جنسياً منعاً للإحراج منعاً للتحرشات اللي تحصل منعاً لأمور كثيرة غير تذي ناس ما ذكرت أنا في البداية أن عشان قانون المرء والمسموع أنا يبت واحدة من الدول وموجودة في أمريكا اللاتينية موجود فيها نسبة الإيدز والتحول الجنسي أو الشذوذ الجنسي اللي موجود فيها والنسبة كانت جداً مهولة الشي هذا احنا ندري أنه مو شرط أن يكون عن طريق سن المراهقة أو عن طريق العادات اللي تحصل لما أنا أبي أي أمنع الطفل نفسه لما أنا أبي أي أمنع الطفل نفسه أمنعه شلون أنا كولي أمر أنا كأب أمنعه وأفهمه نفس المثال اللي ضربه لنا حضرة الوزير اللي قال لنا عن القصة مالات صاحبة هنا احنا ما حطينا كل شيء كعادات وتقاليد ما حطينا كل شيء في أمور الدين لكن عرفنا احنا وين الوجهة الصحيحة اللي المفروض أنها تعطينا الوجهة الصحيحة مو وزارة التربية الوجهة الصحيحة وزارة الصحة ووزارة الشؤون هذي الأهم وزارتين أهم اللي يعطون الشيء هذا ونرد مرة ثانية ونذكر أهم شيء عامل السن عشان أنا أعرف شلون أوجها صح ومن اللي وجها صح يرتكي العافية عندي لكم طلب صغير تدخلون في الإنستغرام البايو نفس اللي طلبنا منكم منكم تصوتون انتوا معا أو ضد رح شوفون نفس السؤال موجود لكن هل مرة شون تجاوبونه منو في وجهة نظركم قدم طرح أفضل يعني أنا في احتمال أكون مع الأستاذ عبد الله لكن أعتقد الدكتورة طرح أفضل أو أنا مع الدكتورة لكن أعتقد الأستاذ عبد الله طرح أفضل أصوت له هذا اللي بدنا إنكم تسوونا رح آخذ سؤالين بسرعة وآسف حق اللي ما رح آخذ أسئلتهم سامحوني لأن الدكتورة محتاجة تمشي وحتى في بعض الناس يحتاجون يمشون رح ناخذ سؤالين تردون عليهم وبعدين عاد اللي بيقعد عندكم إياهم تفضلي السلام عليكم معاكم خصائية اجتماعية لمدة 25 سنة والحيم متقاعدة مريت بكل مراحل التعليم من رياض الأطفال ليمث ثانوي وطبعا الجامعة والحد ما يعني خلال خبرتي ملخص الخبرة اللي وصلت لها لاحظت الحين من خلال المعلومات اللي سمعناها كلها معلومات قيمة والكل تحجى بمجاله الدكتور كان كلامه صح من ناحية شرعية صح من عادات التقاليد بس أنا بعقب على شيء من ناحية شرعية ديننا الإسلامي اللي هو دين التثقيف وقالوا البعض ذكر هالشيء وإننا إحنا ما عند ومن ناحية العادات والتقاليد لو ترجعون حق أمثالنا القديمة كانت وايد مهمة وكان أمهاتنا مثقفين أكثر وأكثر يداتنا من العصر الحالي ليش العصر الحالي اكثرت الفيروسات انفتح العالم صار أكبر غير لما قبل كان البيت مغلق وكانت المسؤولة عن التربية الأم واليدة الحين العالم كبر فأنا مثل ما قالت الدكتورة نعطي الطفل من زقرة أنتبيوتك عشان يكون عنده مناعة لما يطلع للعالم الخارجي يكون أهوى ما أخذ المعلومات الصحيحة اللي هي تكون المنبع من الأم من زقرة لأن احتمال يتعرض لما نحن نحاول نعرف الثقافة الجنسية من نفس ما لكل يعني اتفق على هذا الشيء إنه هو مو مجرد شيء إنه هو جماع لا الثقافة الجنسية إنه يعرف أهوى شنو جنسة عشان يتعامل مع جنسة تلاحظون الأمراض الجنسية والأشياء والضياع الهوية اللي طالع لنا هذه كلها أشياء بسبب نقص الثقافة الجنسية وبعدين مادي عندي أحس إنه معلومات ويد بس حبيت الانتبياتيك لأن بس عفواً بس في شغلة بس معينة يعني صغيرة لو اللاخض الحين من خلال نقاشكم إن شنو الخلاف بقض النظر عن تعريف الثقافة الجنسية هذه أول نقطة كانت خلاف بينكم ثاني خلاف من مثل نبدي الثقافة الجنسية الأستاذي تفضل إنه لازم نبديها من سن الثنوية العامة وبعدين عندنا اللجنة اللي هي تتكون قبل سن الزواج وحضرت إش تفضلتي إنها تكون من رياض الأطفال اللي هو من صقر الطفل طبعاً إحنا إستاذ لو ترجع للأساس اللي ياكي تزوج ما كان طفل فإذا هو طفل تعرض للتحرش الجنسي ما صارت عنده أمراض نفسية أمراض نفسية على أي أساس راح يكون أسرة على أي أساس راح يطلع لك جيل صحيح أنت لما تودي حق اللجنة مالتك وهو تجيز تجارب وخبرات سواء من السوشيال ميديا أو سواء من التجارب الشخصية المر فيها أو من أصدقاء السوء فأنت الحين يتعدل شيء خلال جلسة واحدة وهو قاعد أنت تعدل إنسان خلال مثلاً عشرين سنة يبيتزوج عمره واحد عشرين سنة تبيتعدله خلال جلسة واحدة بهاللجنة أنا هذا سؤالي أنا فاهمت أنا فاهمت أنا فاهمت كان قاعد يرد علي تستابع على الشيء هذا ما قطعي كامتي لما تم بعد ما علي تشمر لو شمحتي بس أساس ناخذ بعدين بظل قاعد روحي الله والله يايلت بالجواب إن شاء الله كامل ومختصر عشان للوقت أنا مايت بس على ناحية معينة إذا كنت موجودة من بداية الكلام أنا قلت أني أفضل أن يكون من بعد الثانوية العامة للمقبلين على الزواج ويكون في وزارة صحة وزارة الشؤون ووزارة الأوقاف وزارة العدل ذكرتهم بالأسامي لأنهم اللي راح يعطوني الدورة عمالة المقبلين للزواج وذكرت أيضاً دور الأخصائي الاجتماعي في وزارة التربية لما نشوف الحالة النفسية للطفل أو للطالب غير كذي أنت بنسج قلتيها الحين صار المفتاح وانتشار الفيروسات ليش؟ لأن الأهل ما صار عندهم استشعار في المسؤولية ولا قاموا يراقبون عيالهم علشان يقللون من الظاهرة هذي ناس ما أننا كان موجود قبل على أيام يداننا أستاذ عبد الله بس تسمحك بس شي واحد هي وزارة تربية حق سبب هي تلقى بوزارة تربية حق سبب لأن التربية تفتدي منها سوف أخذ السؤال الأخير بعد أن أخذ السؤال الأخير بعد أن أردوا ما ترونه بعين بيونكم تفضلي زين عادي عادي أنا أجاوب قبلك هالمرة حسنا تقول لي أبلا شذوذ الجنسي أسكت تقولين أبلا شلون صار الحمل أسكت أبلا شلون يطلع لأهل أسكت أنا ما عندي صلاحية أنا أجاوب لها الجواب ما عندي أقدر أنا أجاوب لكن مقيدة في قوانين وزارة التربية إذا رحت حق الموجهة اللي هي أعلى مني تنحاش من هذا الباب تنحاش مننا ما تحب أنها تذكر ولا هي تقولها بالعكس يعني دور المعلم جدا مهم أيضا في مدرستنا في حالات اقتصاب في حالات انتحار في حالات أمراض نفسية نعرفها من خلال الرسم نعرفها من هذا كله إذا نكلمنا الأم أو الأبو نقول مستحيل لنا بنت يصير فيها تشذي والبنت تتدور حالتها وتصك على نفسها ما تيلي امتحان ما عندها أي قابلية ما تكون نهي اجتماعية أيضا لا نمسى دور أولياء الأمور إحنا أولياء الأمور في هذا الزمن لا هي معرفيجاتها لا هي بدوانية لا هي صور بسناب لا هي صور بالإنستغرام ما يدري عن بنتها بس يعطيها التليفون يعطيها الانترنت نزين وبعدين اقعد معها اقعد مع ولدك اقعد مع ولدك اقعدوا مع بعض تناقشوا عن وحدة التكاثر اقعدوا مع بعض ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر